مساء الخير لم يحصل خلال السنوات الماضية ولا نعتقد أنه سيحصل في أي وقت قريب إجراء أي استفتاء لسكان المحافظات شديدة الحرارة صيفاً من أجل معرفة رأيهم عن السؤال التالي ما هي الأولوية بالنسبة لكم في الوقت الراهن؟ ماذا ستكون إجابتهم برأيكم؟ كل أطراف الأزمة تريد السعادات شيئاً من الماضي بينما الملايين من المواطنين البسطة في الصيف تحديداً يتطلعون للسعادة الكهرباء بالنسبة للشرعية بأطرافها المختلفة ما يزال الكل يتهم الكل وتزداد وتيرة الاتهامات مع كل الصيف ومع ذلك يستمر الحديث عن فساد مستمر في صفقات الوقود المخصصة للكهرباء وفساد أيضاً يخيم على عقود شراء الطاقة المستأجرة والكثير من أوجه الفساد نريد أن نقول شيئاً مهماً للذين يتبادلون الاتهامات بشأن أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة الناس غير مهتمة باتهاماتكم المتبادلة الناس مهتمة فقط بحل المشكلة الحرب هي التي تسببت بهذه الأزمات كثيرة جداً والشعب يعاني منها وفي الأخير هو الشعب الذي يدفع ثمن المسؤولين لا مجدارين عنها بأي حاجة كيف يمكن أن يكون كلام أي مسؤول مقنع عن مشكلة الكهرباء في الوقت الذي تنقطع فيه عن المواطن البسيط لساعات طويلة بينما المسؤول يتكلم عن هذه الأزمة من مكانه المكيف طيلة اليوم هذا أمر غير إنساني إن لم نصفه بشيء آخر نريد أن نعرف فقط كيف يمكن لمن أخفق في حل مشكلة الكهرباء لمدينة صغيرة كمدينة عدن أن ينجح في حل مشاكل أكبر تتعلق بدولة بأكملها هل يمكن أن تكون العوائق أمام استقرار الكهرباء أكبر من العوائق أمام استقرار دولة بأكملها فكروا بالأمر نحن ضحينا ضد المشروع الحوتي من أجل السعادة الكرامة ومن أجل حياتنا أن نستعيدها ومن أجل كل الإنسان يعيش حياته بحرية وبشرف وكرامة واليوم نعاني من الدعس من في الكهرباء في المياه في المعيشة في البترول في الغاز كلها مهمشة في العاصمة عدن قد تكون الأطراف السياسية في هذه الأزمة حققت انتصارات سياسية ما لكن بالنسبة للكثير من المواطنين الذين يعانون في كل عام من عذاب انقطاعات الكهرباء والمياه وأمور كثيرة أخرى تزيد من صعوبة الحياة فإن كل تلك الانتصارات السياسية لا تساوي شيئا ولا أهمية لها في واقعهم هناك أكثر من سبب يجعل من حل أزمة الكهرباء الخانقة تحديدا في عدن أمرا أشبه بالمستحيل لكن أليس غريبا أن كل تلك الأسباب ما تزال قائمة طيلة كل هذه السنوات أزمة وقود مشكلة الطاقة المساجرة الفساد في كل الأمور المتعلقة بالكهرباء المحطات المتهالكة البناء العشوائي وسرقة الكهرباء عدم دفع الفواتير كل هذه العوامل وعوامل أخرى لم يتم حل حتى واحدة منها الأطفال الذين ولدوا في عدن والمحافظات الأخرى منذ أن تحولت الكهرباء إلى أزمة أصبحت أعمارهم اليوم تتجاوز العاشر سنوات وقد يلتحقون بالجامعات وما تزال مشكلة الكهرباء مستمرة والاتهامات المتبادلة مستمرة أيضا هذا عجز فاضح والخلاصة وبالمختصر المفيد الناس في عدن وفي غيرها لا تريد المزيد من الاجتماعات واللقاءات ولا المزيد من الزعامات والقادة والمسؤولين الناس يريدون حلول جذرية لمشاكلهم ووقف حالة الفساد المستشري وإجراء تغييرات حقيقية في واقعهم وليس مجرد ترقيعات تسعة أعوام من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والبعود فما هي النتيجة؟ الفساد ترسخ ومعاناة الناس تعمقت أكثر إما أن يكون المسؤول قادر على تقديم حل أو يتنحى من منصبه هكذا ببساطة فالناس ملت من تكرار موسم تبادل الاتهامات في كل الصيف يا عزي الله والله ولا زهد بيت يبسون تنصي كما ولا زهد بيت والله كما أدان العصر آه تفرجوا أنا أقزاليدي أنا والله أقزالي كما نم زايدا لو يسمعون أصحاب الكهرباء بيكرمونه بي اليوم العالمين الكهرباء والله هم يكرموني أصحاب الكهرباء بيعلقونه في يوزي لا